يجتمع سياسيون ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمدة ومن المتظر أن تهيمن الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية على طاولة التباحثة في المؤتمر فضلا عن المخاوف بشأن الالتزامي وليات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في وقت تضرب فيه الأزمات أماكن متفرقة في العالم وتعاني مناطق عدة من وطأة الحرب يأتي نعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن في أجواء مشتعلة العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران جدول أعمال المؤتمر إضافة إلى قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي كما يتناول موضوعات مهمة مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع والرؤى الجديدة للنظام العالمي والتداعيات الأمنية لتغير المناخ مؤتمر ميونيخ للأمن تعقد دورته الحالية ما بين السادس عشر إلى الثامن عشر من فبراير ويشارك فيه سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بالأمن الدولي المؤتمر يشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الأمنية كما يعد المكان الوحيد تقريباً الذي يكتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من موثل الحكومات بما في ذلك الحكومات المعادية لبعضها وقادة وخبراء في الأمن معها النسخة الجديدة من المؤتمر تتزامن مع ذكرى مرور ستين عاماً على تأسيسه ففي شهر فبراير من كل عام يكتمع كبار السياسيين من قرات العالم في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي حيث تم إطلاق المؤتمر في عام 1963 وكان يطلق عليه آنذاك اجتماع العلوم العسكرية الدولي إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى مؤتمر العلوم العسكرية الدولي واعتبر لسنوات مؤتمراً للدبابات والصواريخ المضادة وبوصفه مؤتمر ميونيخ للأمن انفتح جدول أعماله أكثر على قضايا الأمن العالمي ومنذ عام 1963 يقام المؤتمر سنوياً في شهر فبراير إلا أنه في عام 2021 كان لابد من عقده بشكل رقمي بسبب جائحة كورونا في ميونيخ ستشل الحرب من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشأن أسلة مثل إلى أي مدى ينبغي أن تعزز أوروبا قدراتها العسكرية وكم يجب أن تنفق الحكومات على الدفاع كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية تبايدة المدى للحرب على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية